خطوة موفقة السيادة على تسليم مشروع زراعي للإمارات وطبعا المشروع هذا الإمارات كانت تقدمت لهذا العرب في السابق ونفس هذه الشركة وهي شركة رائضة في العمل الزراعي والتقاوى أو الاستثمار في المجال الزراعي في المحاصيل وفي النباتات الشركة في الأول التزمت بأنها تستثمر في هذه المنطقة بواحد مليار تصل في نهاية الأمر إلى عشر مليار فكرة المشروع ونفسه فكرة بدأت الإنغاز يعني من الحادث بيننا هي فكرة الدكتور النافع النافع على أن يمتد هذا المشروع من سهول البطان الشرغا إلى ولاية نهر النيل شمالا ومساحته 2 مليون فدان ومنطقة خصبة جدا وحتى روافده يحتمد على فكرة حصاد المياه وروافد من النيل بشكل مباشر وممكن أن يعود بعايد كبير جدا للاقتصاد السوداني الذي حصل بأن الشركة الأمارية في الأول أخفقت في الالتزام بوعودة وبالتالي شكلت له لجنة عليا من النظام السابر واللجنة بدأت عملها وبدأت توسيح في فكرة هذا المشروع من المعروف تماما بأن حتى الاتماعات الجامعة العربية الغمة الأخيرة التي عقدت في الجزائر كانت تتحدث عن الأمن الغذائي وكان الحديث مصوب مباشرة للسودان حتى بأن هناك فكرة صندوق الاتثمارات السعودي تحدث عن تخصيص 3 مليار دولار للسودان ويبدو بأن هذه الأموال سوف تستثمر في مجال الزراعة العالم كله الآن في ظل الفجوة الغذائية الحاصلة واجتياح فصل الشتاء والأزمة المتوقعة يعني الضحف الأقود عدم وجوده والسودان هو المنطقة المرشحة لهذا الأمر يعني لكن المأساة في سودان بأنه ما قادر يستثمر في هذه الأراضي عندنا 175 مليون فضان صالحة للزراعة المستقل فيها فقط 30% يعني والآية الذي أضعمهم من جوع وأمنهم من خوف الحاجة الآن للأمن يعني حتى في الحديث الشريف يعني من بات آمنا في سربه معافى في جسده يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا نحن الآن يعني لا نملك قوت هذا اليوم والأراضي موجودة والمياه موجودة لكن في ظل الأوضاع الحالية أستاذ عزمي يعني هل البيئة مهيئة للاستثمار ولا جذب الاستثمار لهذه المشاريع في السودان بل الوضع الحالي في ظل هذه السيولة الأمنية الحاصلة هي طاردة لروس الأموال مش الأموال أجنب حتى الروس الأموال الوطنية الآن بدأت طهروا بدون كثير من الناس يعني يقلغوا شركاتهم يبيعوا بيوتهم وعقاراتهم ويسيلوا ويحولواها لأموال ويحولواها لخارج السودان تمشي ليدو اشتروا بها الشقق وعقارات في دبي وتركيا يعني إذا كان رأس المال الوطني نفسه يهرب فكيف يمكن أن يعطي رأس المال الأجنبي في ظل السيولة الأمنية عدم وجود حكومة الآن أول خطوة عشان أنت تستخدم أموال أجنبية لازم تعلن عن حكومة حكومة كفاءات مستغلة عندها برنامج اقتصادي واضح وخطة واضحة للاستثمار بيئة جاذبة من كل النواحي قوانين على حكومة على كل تفاصيل لكن هذا المشروع تحديدا دعنا نصحب معنا أصحاب المصلحة هل تم إشراكم في هذا المشروع منعا للإحتجاجات؟ هو طبعا دي من الحاجات دائما العقبات التي تلقى تواجهها لاستثمار بأن الحكومة بتنزع الأرض الأرض في السودان هي ملكة المواطن الحكومة عندما يأتي مستثمر تقوم بتنزع الأرض بدون ما تعمل تسوية مع المواطن أو تعويض له في أرض تاني أو تعويض مالي خصوصا بأنه بتطفع أموال ضخمة جدا يعني مقابل هذه الأراضي ودى شفناه حتى في تجربة استثمارية في نهر النيل في تجربة طراجحي سليمان راجحي وكان جاء السودان وحصلت له مشاكل مع مواطنين واضطر أنه صف كل الاستثمارات بتاعته تطلع نتيجة لنا الحكومة بتتفرج حتى لا الصراع بتحول ما بين المستثمر ما بين المحليات والولايات المحلية عندها غوانين الحكومة المركزية ما قادرة تعمل غانون موحد للتعامل مع هذه الاتثمارات هذه واحدة من العقبات والمشاكل كعلى تواجه المستثمرين بالتالي مخاوفهم حتى زمان الصينيين لما جواعملوا كبر النيل اللبية كبر الفتحاب كان وجهوا الحكومة ما أوفد بالتزامات الجهة المواطنين ما عوض المواطنين الضرر من المزال يضطروا بأنهم جواهجموا الشركة والشركة انسحبت آلياتها حتى تدخلت غوة أمنية بعد ذلك وعادة الشركة للعمل وبالتالي في ظل هذه المخاوف فلم تكون هناك حكومة غابضة لديها القدر على الأقل يعني في إرضاء كل الأطراف لكن في النهاية الاستثمارات أولا لأنه عايدها بعود للمواطن والخزينة العامة